هسا اجينا الى الكامبيلوباكتر جيوجيني يقول عنها انه هي جرام نيكتف كيرف درود يعني هي عصى ولكن كيرف شوية هي شي من ثانية وذ بولر فلا جلة الفلا جلة مالتها هذي تكون شنو تكون بولر بعد شنو بعد يقول انه هي عدها الأوكسيديز أوكسيديز بوزيتب كذلك انه هاي البكتيريا تكون مايكرو ايروفيلك يعني شنو مايكرو ايروفيلك تحتاج كمية قليلة من الأوكسيجين حتى تنمو وتنمو على بسكيرو اغار ولكن اهم شي تعرف عنها انه هي تحب النمو بدرجة حرارة 42 سيليزي وهي مهمة بالامسكيوات ومهمة بالكيسات كهنت لنوع البكتيريا يعني يقول لك فلان بكتيريا والله تنمو بدرجة حرارة 42 سيليزي التقبل لازم تعرفها هذي الكامبيلوباكتر جيوجيني زيان وين تعيش وين تستوطن تستوطن بالانتستاينال ميوكوسة أو بالكتل بالماشية بالشيب أو بالدوكس يعني هي مرات تستوطن بالامعاء عند الانسان وفي بعض الحيوانات شون تنتقل فيك الأورال زيان هي عدها 2 antigenic structures what are the 2 antigenic structures of cambyllobacter شنو cambyllobacter جيوجيني هي الهيت ستيبل ليبوبوليسكرايد والهيت لابايل فلاجلة الهيت ستيبل يعني يكون اللايبوبوليسكرايد بدرجة حرارة مستقرة يقدر يشتغل تمام لو مو تمام اللي هي يرمزولها O-A-G with هيت لابايل الفلاج اللاعدة زيان بعد شنو يقول انو هاي البكتيريا can multiply in small intestine لما هي تصير بها multiply by small intestine راح تغزو invading the epithelium and producing inflammation and producing inflammation تغزو الابيثيلية ما لال small intestine وتسوي شنو تسوي inflammation يعني تسوي التهاب شون يعالجوها إذا يعالجوها طبعا هي تسوي disease gastroenteritis التهاب الأمعاء يعني تعالج بالالكترولايت replacing استبدال الالكترولايت والأريتروميسين تمام لو مو تمام الدايجنوس سبيسيمان فور دايرية يأخذون سبيسيمان للدايرية زيان وكالتشر عن سكيرو ميديا زيان بعد احنا مو أخذنا السبيسيمان يعني اجبنا الدايرية ما للشخص مثلا هو عدة اسهال طبعا أخذوا الدايرية من عنده زيان أخذوا دايرية عينة من الدايرية اللي عنده زيان زرعوها بسكيرو ميديا لما زرعوها بسكيرو ميديا رح يشوفون رح يشوفون ها سيكون سمول ولونها غري زيان وصير على شكل على شكل سيركولر كولونيز يعني على شكل تجمعات دايرية هي شي يعرفون هاي البكتيريا تمام